اشتركوا في القناة وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى ايها المشاهدون ايتها المشاهدات في كل مكان نحييكم بتحية الاسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحصة المباركة نستضيف رجل من رجالات الطربية والتعليم الا وهو الاستاذ محمود عبود نرحب بك استاذنا الكريم الاستاذ محمود عبود كما قلت من رجالات الطربية والتعليم فهو اطار بوزارة الطربية والتعليم وهو ايضا مدرب في التنمية البشرية وهو كذلك امام خطيب متطوع باحد مساجد العاصمة وهو ايضا من المساهمين في مناهج الطربية والتعليم نرحب بك مرة اخرى ونقول لك اهلا وسهلا بمناسبة الدخول الاجتماعي في هذا الشهر المبارك وهو رجوع العمال والموظفين وكل العاملين الى مناصبهم والى اماكن عملهم وكذلك رجوع اكبر شريحة في وطننا الحبيب الجزائر حوالي عشر ملايين طالب من الابتداء الى الجامعة وما دمنا نتحدث عن الدخول الاجتماعي يتبادروا الى اذهاننا كرجل طربية وتعليم اول سؤال للدخول الاجتماعي في نظرك ما هي القيم الضامنة لدخول اجتماعي ناجح شكرا من السيد موسى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه كما تفضلت أستاذنا الكريم الدخول التربوي جزء من الدخول الاجتماعي واستئناف الحياة وعودة الناس الى اشغالهم ومهامهم بعد الاجازة وبعد عطلة الصيف التي كانت طويلة وكانت حارة وتخلى لها شهر رمضان نسأل الله القبول من الجميع الآن دخل الخريف وندخل معه الى معترك الحياة والجد والعمل والنشاط نسأل الله التوفيق للجميع بداية وكما تفضلت الأستاذ الكريم حتى يكون الدخول الاجتماعي دخولا ناجحا ومثمرا وهادئا وناجحا لابد له من قيم تضبطه وهذه القيم يمكن أن نعدد أهمها القيمة الأولى هي قيمة التخطيط ألا نهجم هكذا على الموسم هجوما هكذا يعني فوضويا وإنما نخطط ونرتب ونعد العدة ونتحسب للمآلات وللمستقبل الفرض يخطط الأسرة تخطط المنظمات المؤسسات الحكومة الدولة الكل يجب أن يخطط مسبقا حتى لا يتباغت بأمور تصادفه في الحياة فهذه قيمة عظيمة جدا قيمة التخطيط القيمة الثانية وسيدنا صلى الله عليه وسلم أكبر المخطيطين رغم أنه كان بإمكانه أن يقول للرب يا رب فيقول كن فيكون نعم فرأيت في الهجرة كم من خطة خططها للهجرة نعم وكم من مرحلة نعم يعني اجتازها حتى وصل إلى المرحلة عليه الصلاة والسلام هذا كدليل يعني نعم وقد قالوا من لم يخطط لنفسه وقع في خطط غيره نعم إن لم نرسم الأهداف والإجراءات والمراحل ونعد العدة وفي ديننا وأعده نعم فسنتبغت بأمور ولن نستطيع تسيير يومياتنا وحياتنا هذه قيمة جليلة القيمة الثانية هي قيمة قيمة التبكير التبكير أقصد التبكير في الوقت التبكير في الإنجاز التبكير في النجاح في المقابلة المقابلة النجحة هي التي في بدايتها يسجل الهدف ضد الفريق الخصم هذا التبكير وهو أيضا قيمة إسلامية وقيمة إيمانية وعرفها أجدادنا وآباؤنا وحاولوا أن يربون عليها التبكير باركة التبكير باركة وخاصة خاصة أننا نعيش مع يعني في الموسم الخريف وفصل الخريف وفصل الشتاء يعني النهار يقصر والليل يطول والزحمة خاصة في المدن نعاني من الزحمة هذه إحدى التحديات وإحدى الصعوبات التي نعانيها يوميا ولذلك فإن التبكير قيمة تساعدنا على إنجاح الدخول الاجتماعي وسيدنا صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة استيقظي باكرا فإن الله يقسم الأرزاق باكرا نعم وإحن أمة التبكير نحن يومنا يبدأ من الفجر وينتهي في صلاة العشاء هذا اليوم بالنسبة للمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلما تأخرنا إن لم نبكر كلما تأخرنا سنحاول الاستدراك خلال اليوم ولن نستطيع الاستدراك وسنسهر بعد العشاء وبالتالي غدا سيكون استيقاظنا متأخرا ونبقى دائما في دوامة التأخر والتخلف على جميع المستويات ولذلك التبكير التبكير باركا قيمة أخرى من القيم التي نحتاجها حتى يكون الدخول الاجتماعي ناجحا إن شاء الله تعالى وهي قيمة قضاء المصالح قضاء مصالح الناس الناس لهم حقوق والناس لهم مصالح واحتياجات على مستوى الإدارة وعلى مستوى المؤسسات كل أنواع المؤسسات فلذلك قضاء حوائج الناس والإسرع فيها بعض الملفات وبعض القضايا تعطل الناس وتجعل الناس يعيشون في قلق وفي اضطراب والمشكلة البسيطة تأتي بمشكلة أخرى فتتعقد وكان الأمر يمكن أن يكون في البداية سهلا ربما مجرد إمضاء أو دراسة ملف أو إصدار أمر من طرف مسؤول فهذا بإمكانه أن ينجح لنا الدخول الاجتماعي وهذا فيه أجر كبير سيدنا عليه الصلاة والسلام قال من كان في عون أخيه كان الله في عونه ومن نفس عنه من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ولا أن أمشي في قضاء حاجة أخيه هذا عليه الصلاة والسلام خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا وفي الحديث الآخر الحسن من خرج في حاجة أخيه حتى يقضيها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام فهذه قيمة كبيرة جدا ينبغي علينا أن نحرص عليها جميعا قيمة أخرى من القيم المساعدة والضامنة لدخول اجتماعي ناجح وهي قيمة العمل والعرق وبذل الجهد هذه قيمة وهذه سنة إلهية في الكون وإحدى فرائض ديننا الحنيف وهي العمل وبذل الجهد سواء كان هذا الجهد جهدا فكريا كالذي نحن بصدده الآن أو كان جهدا عضليا لا مفر من الجهد لا مفر من الجهد وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب جواب الأمر تساقط عليك رطب وكان من السهل أن يقول للجذع أنزل ويضع الطمر في فم أمنا مريم هي في مرحلة مخاط وهي تعبانة وهي وحيدة ورغم هذا الله سبحانه وتعالى يقول لها تحركي أعملي وهذا شأن جميع الأنبياء كان من المفروض أن يقولوا يا رب فينزل عليهم يعني كل شيء ولكن كانوا دائما يعلموننا تقديم الأسباب والانطلاق والعمل إلى آخره فقيمة العمل قيمة جليلة بل في ديننا العمل مقدم على العبادة بعض الأعمال تقدم على العبادة مثل عملية الجراحية والأمور الاستعجالية وكثير من الأشياء قد يجيز الدين أن تهتم بهذه الأعمال قبل أن تؤدي بعض العبادات التي لها متسع من الوقت كالصلوات وغيرها من أعمال البر والجنة لا يدخلها أهلها إلا بالعمل بعد رحمة الله تعالى أن تلك الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون فلذلك لابد من الجهد خاصة أننا في زمن كثر فيه التكاسل والتهاون عن أداء الوجبات والتثاقل كما قال القرآن الكريم وإن منكم لمن لا يبطئن عن أداء واجباته الدينية وواجباته الدنيوية نحو نفسه نحو أسرته نحو دينه نحو ربه سبحانه نحو المجتمع هذه قيمة العمل لابد أن نؤكد عليها حتى يكون هذا الدخول الاجتماعي دخولا ناجحا وموفقا بعون الله تعالى قيمة أخرى جليلة جدا وعظيمة جدا وهي شرط للنجاح والاستمرار للنجاح وهي قيمة الأخلاق والقيم المتعلقة بالأخلاق الأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وعلى رأس هذه الأخلاق ما يسميه علماء الأخلاق الأخلاق علم يسمونه أمهات الأخلاق على رأس هذه الأمهات الصدق الصدق للكذب الأمانة للخيانة العفة الطهارة النزاهة هذه القيم الأخلاقية إن وجدت في المجتمع فسيكون الدخول ناجحا والخروج من الدنيا والخروج من كل مشروع والخروج إلى الآخرة يكون ناجحا أما إذا انتفت هذه القيم وساد في مكان الصدق الكذب وسادة الحيلة وفساد النيات وفساد المقاصد مقاصد النفوذ القلوب أقصد فحينئذ لا ننتظر شيئا كبيرا الأخلاق قيمة جليلة وقيمة عظيمة من القيم أيضا التي نؤكد عليها ونحن في بداية الموسم نسأل الله التوفيق للجميع دائما هي قيمة لقمة الحلال طلب الحلال طيب الحلال الطيب لا الحرام الخبيث الحلال في المأكل في المشرب الحلال في العلاقات الحلال في العرض الحلال في كل شيء إن الله طيب لا يقبل إلا طيب فالحلال ثمرة طيبة مباركة للجهود المبذولة أما الحرام فخبث لا يأتي إلا بما يكدر الحياة على الفرض وعلى المجتمع وأكثر من هذا أنه يأتي بلعنة الله تعالى وماذا نستفيد إذا أقمنا حياتنا على الكذب وعلى الرشوة وعلى الربا والمحسوبية وظلم الناس والتماطل في آداء حقوق الناس ماذا ننتظر حينئذ إن لم يغضب علينا ربنا سبحانه وتعالى برك الله فيك أستاذ فعلا يعني هذه القيمة الأخيرة لها أثار إذا كان الإنسان يعيش في حلال تكون له أثار على نفسه وعلى أسرته وعلى أبنائه وعلى مجتمع وإذا كان يعيش في الحرام العياذ بالله يعيش حياة ظنكة ويكون لها أثار سلبية نشكرك كلام مفيد جدا وقيم رائعة ذكرتها نتوقف يعني حوالي دقيقتين لنعلن على فاصل ثم نعود لنواصل الحديث شيق معك أستاذ عبود برك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم أيها المشاهدون أيها المشاهدات عدنا والعود أحمد مع الأستاذ الكريم محمود عبود الذي كان كلامه مفيد وشيق في مجال الدخول الاجتماعي ننتقل إلى سؤال آخر مادام نتحدث عن الدخول الاجتماعي وأكبر عناصر الدخول الاجتماعي هو الدخول المدرسي فتقدم الأمم والشعوب مرهون بتمسك بزمام العلم وما تقدمت أمم كثيرة مثل اليابان وامريكيا وغيرها من الدول إلا بتمسكها بزمام العلم وديننا الحنيف يعني أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولمست الأرض لم تكن هي صلي أو صم أو زكي أو حج بل كانت هي إقرأ بل شيخنا الغزالي رحمه الله يقول في أحد محاضراته لو كان التفكير بعقولنا لقلنا أول لقاء يكون بين النبوة والسماء هو السلام عليكم نبشرك يا محمد بأنك نبي ولكن مباشرة دون مقدمات إقرأ فهل حدثتنا وأنت رجل طربية عن مكانة العلم في ديننا الحنيف وأثار العلم مدام أن وطننا الحبيب عدد الطلبة فيه والمتمدرسين فاق العشر ملايين والحمد لله يعني توفر الهياكل بل أصبحت ربما كل ولاية بجامعة الحمد لله يعني هذا شيء متوفر بالإضافة إلى الإطارات والكوادر الموجودة في التعليم والتربية لكن نحن نبحث في كنوز الإسلام في هذه الحصة المبركة ما هي هذه المكانة التي أعطاها ديننا الحنيف وزادها وطننا الحبيب بأن هيأ لها كثير من الهياكل والإطارات والظروف بل جعل يوماً للاحتفال بالعيم بمناسبة وفاة رائد النهضة الجزائرية الشيخ عبد الحميد بن باديس ومعروف عن كوادرنا العلمية أنها موجودة في كل الجامعات العالمية وكل مراكز البحوث العالمية هذا معترف به هي عبارة عن أفراد ولكن موجودة في معظم الجامعات أينما ذهبت إلى أي جامعة ولا أي مركز ولا أي مستشفى تجد كوادر جزائرية وهذه نتائج الجامعات والمدارس الجزائرية مهما قيل فيها لكن نحن نريد أن نتحدث عن مكانة العلم وأثار العلم بالنسبة للأمة بالنسبة للأفراد بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للبلد العلم قيمة أخرى العلم والتعلم والتعليم قيم قيم ينهض عليها الفرد والأسرة والمجتمع إذا تحدثنا عن قيمة العلم في ديننا الحنف فأولا قيمة الإنسان إنما هي بالعلم وإنما كرم الله تعالى الإنسان بالعلم وفضله على الملائكة بل وأسجد له الملائكة تكريما له وعرفانا بما أعطاه الله تعالى من العلم وعلم آدم الأسماء كلها المعلم هنا هو الله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ظهرت قيمة آدم عليه السلام بالعلم وبما حباه الله تعالى من معرفة غابت عن الملائكة المقربين فإذا تحدثنا عن قيمة العلم في الإسلام فهو تكريم الله للإنسان وتفضيله على بقية المخلوقات بالعلم خلقه سبحانه وتعالى بيده أسجد له الملائكة نفخ فيه من روح كل هذه التكريمات ولكن على رأس التكريمات هو التكريم بالعلم وفي الآية التي تفضلت بها أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإشارة اللطيفة إلى التكريم الإلهي للإنسان بالعلم اقرأ الخمس آية الأولى نلاحظ أنه أمر بالقراءة ثلاث مرات وذكر القلم الذي هو وسيلة التعلم وذكر مادة العلم ثلاث مرات وذكر من صفات الله عز وجل وهي الصفة الوحيدة في القرآن الكريم صفة الأكرم كأنه سبحانه ما كرم الإنسان أفضل من تكريمه بالعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فيكفي الإنسان يعني الجنس الإنسان مطلقا وأبونا آدم عليه السلام في المقدمة والأنبياء والرسل في المقدمة يكفي الإنسان فخرا وشرفا أن الذي علمه هو الله سبحانه وتعالى وكرمه بهذا العلم وفضله على بقية المخلوقات وبهذا هو سيد الكون كما يقولون ولكن هذه معادلة ناقصة الإنسان سيد الكون لو نقف هنا سيطع ويتجبر وسيضر نفسه بالعلم هو سيد الكون سيد المخلوقات وعبد لله تعالى بهاتين الصفتين يكون الإنسان مفضلا ومكرما على بقية المخلوقات بلنرى حتى يعني في كلمة قالها ابن القيم الجوزية نقلا عن شيخه شيخ الإسلام تيمية أن قول المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله مشتر الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الرفع هنا رفعان رفع معنوي ورفع يعني مدي العلماء وأهل العلم وأهل العلوم لهم رفع في الآخرة في الجنة إن شاء الله مع الأنبياء والشهداء والصدقين ولهم رفع لما يحتلونه من مكانه في مجتمعاتهم وفي دولهم اليوم يعني الشخص المحترم في بعض البلدان المحترمة المتطورة هو الأستاذ هو المعلم ننتقل إلى سؤال آخر أستاذنا محمود وأنت رجل طربية فعلا هناك اليوم علوم وهناك يعني معارف متنوعة ونحن نعيش قرن العلم يعني الآن هو ذا القرن يعتبر قرن الثقافة أو قرن العلم لكن الإسلام دائما يربط العلم بالأخلاق اقرأ باسم ربك ما هي هذه العلاقة المتعدية بين الطربية والأخلاق حتى أن وزارتنا في بلدنا يعني دائما تسمى وزارة الطربية والتعليم وكأن لا تعليم بدون طربية ولا تربية بدون تعليم لا يمكن أن ربي إنسان بدون علم هذه العلاقة هل يعني لك من شرح لهذه المعادلة العلاقة بين الإيمان أو الأخلاق وبين العلم نعم بلك الله أفك هو الأستاذ موسى تفضلت بذكري الهياكل المعاهد الجامعات المدارس الميزانيات الضخمة لقطاع التربية والتعليم وكل هذا جيد ومطلوب ولا بد منه وهو سبب قوي للنجاح والتفوق والتقدم ولكن تبقى هذه وسائل من أجل غاية الغاية هو الإنسان هذه وسائل كلها من أجل الغاية الغاية هو الإنسان الإنسان هو المقصود الإنسان هو رأس المال بأن هذا الإنسان بأن يعلم ولا يبقى أميا ولا جاهلا وأن تزكى أخلاقه لأنه إن لم تزكى أخلاقه سينحدر إلى مستوى الحيوان ولا يلق هذا بمقام الإنسان هذا الإنسان يعلم يزكى هذا الإنسان يثقف فكره هذا الإنسان يكون ولذلك أفضل خدمة نقدمها للإنسان نقدم له خدمات في الحياة مديات وأشياء ولكن أفضل خدمة أن نزكي نفسه بالأخلاق والقيم النبيلة وأن نثقف فكره وأن نكونه لذلك أفضل خدمة يقدمها لنا آباؤنا جزاهم الله خيرا ويقدمها لنا المجتمع بكل مؤسساته أفضل خدمة بعد خدمة الإطعام والشراب والملبس والمسكن وما إلى ذلك أفضل خدمة هي تعليم الإنسان تثقيف الإنسان تكوين الإنسان وإلا سيبقى شاردا ضائعا سيضر نفسه وسيضيع دينه ودنيا وآخرته إن لم يكون تكوينا صحيحا وتكوينا هادفا ولذلك كان الاهتمام بالتربية وهي إحدى أولى وظائف النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وظائفه يتلو عليهم آياته ويزكيهم الأخلاق ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين وقد قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلماء إنما بأدات حصر كأنه لم يبعث بشيء آخر بالحياته كلها تعليم أينما حل وارتحل إلا وكانت جلساته للتعليم ليس للقيل وقال أداء لي وظيفته أداء لي وظيفته ومعلم رب العالمين بها نعم وكم علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم راه مؤجزة مؤجزة جليلة لو نقف عندها تحتاج لرسائل دكتوراه وبحوث عميقة جدا كيف استطاع عليه الصلاة والسلام في 23 سنة أن يعلم من علم علم أهل جاهلية نحن مع أبنائنا يعني نعجز عن تعليمهم في كثير من الأحيان ونتعب رغم أن التربة خصبة رغم أن التربة خصبة ورغم يعني الحمد لله توفر الكثير من الظروف والمناسبة والإمكانيات ولكن نعجز ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الغليظ صاحب الجفاء علمه علمه ورباه وأدبه حضره عليه الصلاة والسلام علم الإنسان الطاغي المتجبر المتكبر علم علم الرجل علم المرأة علم الكبير علم الصغير علم الإنسان المتعلم الذي كان من قبل يكتب ويقرأ نعم وعلم الإنسان الذي كان يعني في لا يعرف إلا الصحراء والناقة والخيمة فهذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام تعليمه ماذا أثمر أستاذنا الكريم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أثمر جيلا أخرج سادة هم قادة العالم اليوم أوصلوا الإسلام إلى أقصى المرأة جيل فريد كما يوصف جيل فريد وبعد هذا الجيل ماذا فعل هذا الجيل واصل المسيرة وهنا التعليم أننا لا نعلم الإنسان يعني من أجل أن يكون تابعا فقط يعني محدودا وإنما نعلمه ليعلمه وبعد ذلك وهذا الذي فعله الصحابة عليهم من الله الرضوان عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام انتشروا في الآفاق يعلمون ويربون ويبشرون بالإسلام وينشرون الأخلاق وينشرون الرحمة في أوسط الناس ونتج عن هذا حضارة بعد ذلك جاءت حضارة الحضارة الإسلامية التي منها اقتات الغرب ومنها تعلم بعد جهله ومنها هو الآن بسببه هو الآن سائد ومتمكن إنما بما أخذه وتعلمه من معين الحضارة الإسلامية الراقية شكرنا الأستاذ محمود على هذه الإفادات الطيبة والشيقة أختم كلامي بمقولة مشهورة يقال أن من أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أرادهما يعني الدنيا والآخرة فعليه بالعلم اللهم علمنا اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين إخواني أخواتي المشاهدين في كل مكان كان هذا حوار شيق حول دخول اجتماعي وكناموذج الدخول المدرسي تحدثنا عن العلم ومكانة العلم نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المدخلات للأستاذ محمود عبود نلتقي إن شاء الله في حصة أخرى في حوار آخر مع أحد أساتذتنا وعلمائنا في جميع الإختصاصات استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة